بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ استكمال Introduction to Economy هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا بيهم المهندسين وتجاريين أنثوقن هو يسميه Balance Sheet اللي هو الميزانية دايماً حتى انت كده في البيت لما بترجع تلاقي والدك لو شغل في مجال التجارة يقول لك أنا الأسبوع ده مهتم عشان بنعمل ميزانية للشركة يبقى نفهم Balance Sheet Show at a particular point in time في لحظة معينة في تاريخ محدد هذا التاريخ المحدد بشوف ما للشركة ما لها وما عليها هو المقصود بال Balance Sheet At a particular point in time The company's overall financial strength and potential for future growth This is like snapshot pictures يعني كأنها صورة كده سريعة Financial conditions للشركة اللي عنده يسموها الميزانية The Balance Sheet Presence يمثل مجموعة من الأستس الأصول What the company owns ماذا تمتلك الشركة أصول أصول زي إيش؟ فيه أصول سبتة وفيه أصول متدولة أصول السبتة زي إيش؟ زي المباني زي الأراضي زي السيارات أصول متدولة زي الفلوس اللي هي الماني والشركات والحاجات دي يسمى أصول متدولة مدفوعات سابقاً سونا هنشوف الكلام ده بالتفصيل بعد كده The Appleties What It's Owns يعني المطلوب منك إيه؟ يبشرك لها وعليها ما لها وما عليها Equity بنساوي ما بين الاثنين بنشوف الشركة لها إيش؟ نطرح ما عليها يطلع رأس المال بتاع الشركة رأس المال ده هو بيقسمه إلى قسمين قسمي سموه حقوق الملكية وقسمي سموه أرباح محتجزة بحيث هذه الأرباح المحتجزة لمواجهة الأخطار اللي ممكن تقابل الشركة اللي عندي بنكلم عن balance sheet is derived from the fact that this account must always be in balance في توازن assets الأصول must always equal to the sum of liabilities يعني أنا بقسم البالانس جيت إلى أصول هنا هو assets وبعدين هنا هو liabilities يعني الاحتياجات هشو للأصول بتاعتي إيش هنا والاحتياجات في الشركة مفروض اللي هنا هو مجموع الassets ناقص مجموع الليابيليتي يديك حاجة اسمها حقوق الملكية نحطها هنا هو حقوق الملكية بنقسمها إلى قسمين اللي هي الممتلكات أو حقوق الملكية للشركة وبعدين في أرباح محتجزة بنعندلها للمستقبل بحيث أن السمميشن بتاع الassets يسوي السمميشن بتاع الليابيليتي اللي عند assets are economic resources that are expected to produce economic benefit of their owners they are presented first on a balance sheet Current assets اللي هي بسموها الاصول Current assets اللي هي الاصول المتدولة Current assets are these assets that turn themselves into cash within the زي الكاش cash equivalents accounts receivable in inventories حاجات متدولة يمكن نقله لكن في Fixed قبل كده كان في حاجة اسمها Fixed assets هي اصول ثابتة زي ما قلتلك اللي هي المعدات والاراضي والكلام اللي هي applications owns to outside ports اللي هو المطلوبات من خارج الشركة في شركة اخرى لها مطلوبات في عمال ليهم ها اجور لسه ما اخدوهاش دي تعتبر liabilities اجور يسموها اجور مستحقة اجور مستحقة للعمال اللي عندي يبقى زي bank lands في مثلا ضمان بانكي في debt of suppliers في واجبات مفروض انا ادفعها للموردين خدت بضاعة ومدفعة تجتملها debt of employees في فلوس هدفعها مستحقات للعمال and so on ده او taxes او درايب كل ما يستحق على الشركة بسموليا palettes او مطلوبات للشركة اللي عندي يبقى النهاردة balance sheet قبل ما نتكلم عن balance sheet دايما اللي هي الميزانية عاوز اسأل سؤال ما الفرق بين الميزانية والموازنة نفهم الفرق ما بين الاتنين هنعرف الميزانية زي ما قلنا في البداية خالص ان balance sheet عبارة عن لحظة كده ببص على الشركة الشركة فين الفيكس الاصول الثابتة اذا كان عندها اراضي مباني معدات الحاجات دي سموها اصول ثابتة في اصول يسموها اصول متدولة current assets زي الكاش فيه في الخزنة كاش marketable securities فيه مثلا عندي سندات مفروض اقبضها انا من حد او احصلها من حد account receivable inventories فيه في المخزن حاجات prepaid expenses different change other assets كل الجذاب يسموه assets اصول الشركة عن فترة زمنية سابقة requirements المطلوبات liabilities زي current liabilities long term liabilities كل ما هو مطلوب من الشركة ادفعه ضرائب اغور لسه مدفعتهاش للعمال مرتيج باند فيه رهن فيه عقار عندي مرتهن debentures في net worth الnet worth مفروض انا لما بجمع الهيسة دي كلها واجمع ده كله مفروض مجموع الاسد ناقص مجموع الabilities يديني ما يسمى بي net worth و bid in capital بحيث ان balance اسمه balance متوازن retain earn يبقى احنا عرفنا الميزانية لكن ما الفرق بين الميزانية والموازنة احنا سمعنا دلوقتي عن الموازنة سي بتاعة المملكة ان هيبقى في عجز في الموازنة ايه المقصود بعد في الموازنة الموازنة غير الميزانية الميزانية بتكلم عن سنة ماضية او فترة ماضية اما الموازنة بتكلم عن فترة قادمة الموازنة بتبدأ الدولة بتشوف المتحصلات بتاعتها او ارادات الدولة هتيجي منين نمرة واحد من البترول من الصناعة من الزراعة من الصادرات دي اسمها إرادات الدولة طيب الدولة مطلوب منها ايه قطاع التعليم مطلوب منه ايه قطاع الصحة مطلوب منه ايه قطاع الانفرستركشور ما شاء الله الانفرستركشور عندنا هنا في المملكة والطرق والكباري والحاجات دي كلها متطلبات بتاعتها دي كلها مطلوبات نتيجة انخفاض سعر البترول الإرادات بتاعتي بقت عند رقم معين والنيد الاحتياجات بتاعت الشعب اللي احنا كنا عملناها محتاج معين كي مثلا أنا هنا في 100 مليار 100 مليار بتوعي دول أنا إراداتي المتوقعة عن السنة القادمة والتعليم اللي عندي والصحة والحاجات دي كلها محتاجة 150 يبقى في الحالة دي تقول هناك عجز في الموازنة مقداره 50 مثلا مليار ريال إزاي الحكومة نعالج هذا العجز هذا الجاب شي فيه نقطة لك مثلا في بعض الأحيان احنا بنبيع الوقود بسعر أقل من السعر العالمي طب ما نرفع السعر ده شوية مثلا قطاع التعليم محتاجين احنا ندعمه وننشئ جماعات جديدة وممكن نحط أولوية ثم الأقل الأهمية أنثؤون قطاع الصحة لا غنى عنه أنثؤون وهكذا يعرفنا الفرق بين الميزانية والموازنة الميزانية بتتكلم عن سنة ماضية أو فترة ماضية أما الموازنة بتتكلم عن سنة مستقبلية وبيكون فيها توقع يعني إن شاء الله لو ارتفاع أسعار البترول هتغطي ممكن العجز في الموازنة داته وبقاش فيه أي مشكلة لمواجهة هذا العجز شكرا السلام عليكم